السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الاول في ماذا التاريخ للسنة الخامس ابتدائي ساترك لكم هذا النموذج جاهز اتباعه في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل pdf اذا نبدأ بالتمرين الاول قال اربط كل حدث بالعصر الذي جرى فيه لدينا سقوط غرناطة وحد الملك ماسينيسيا مملكة نوميديا تحطم الاسطول الجزائري النهضة الاوروبية عرفت الحضارة الاسلامية ابهى عصورها استقلال الجزائر في الجهة المقابلة لدينا العصر القديم العصر الوسيط العصر الحديث والعصر المعصر اذا سقوط غرناطة كان في سنة 1492 ميلادي معناه في العصر الحديث اذا سقوط غرناطة كان في العصر الحديث ثم وحد الملك ماسينيسا مملكة نوميديا كان هذا في العصر القديم في العصر القديم ثم تحطم الاسطول الجزائري تحطم الاسطول الجزائري في العصر المعاصر في العصر المعاصر النهضة الاوروبية النهضة الاوروبية في العصر الحديث في العصر الحديث ثم عرفت الحضارة الإسلامية أبهى عصورها في العصر الوسيط ثم استقلال الجزائر كان في العصر المعاصر الآن مع الثمانين الثاني قال على هذا السلم التاريخي سجل بداية كل مرحلة تاريخية بين قوسين حدث معنى نكتب الحدث زائد السنة التي كان في هذا الحدث إذن بداية العصر القديم قلنا اكتشاف الكتابة إذن هذا هو الحدث سنة ثلاثة ألاف ومئتان قبل الميلاد معنى قبل ميلاد عيسى عليه السلام ثم يبدأ العصر الوسيط متى تاريخ أو حدث سقوط روما سقوط روما سنة كم؟ سنة أربعمائة وستة وسبعون ميلادي الآن متى يبدأ العصر الحديث؟ قلنا يبدأ من فتح القسطنطينية فتح القسطنطينية سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ميلادي ثم يبدأ العصر المعاصر متى قيام الثورة الفرنسية؟ عند قيام الثورة الفرنسية سنة ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ميلادي ثم ينتهي العصر المعاصر إلى غاية يومنا هذا إلى غاية يومنا هذا إذن يبدأ العصر القديم من اكتجاف كتابة سنة ثلاثة ألاف ومئتان قبل الميلاد ثم يليه العصر الوسيط ببداية سقوط روما وأربعمائة وسبعمائة وسبعمائة ثم يليه العصر الحديثة متى عند فتح القسطنطينية سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ميلادي ثم يليه العصر المعاصر مع قيام الثورة الفرنسية سنة ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ميلادي إلى غاية يومنا هذا الآن مع الثمانين الثالث قال صنف هذه المعالم في الجدول إذن لدينا أحداث تاريخية شخصيات تاريخية مواقع وآثار إنتاج فني وأدبي إذن لدينا تيمغاد تيمغاد هي مدينة إذن هي من المواقع والآثار تيمغاد ثم اكتشاف الكتابة اكتشاف كتابة هو حدث إذن هو من الأحداث التاريخية اكتشاف الكتابة ثم عقبة بن نافع إذن هو شخصية تاريخية عقبة بن نافع إذن هو شخص معناه من الشخصيات التاريخية نابليون أيضا من الشخصيات التاريخية ثم مخطوطات المخطوطات هي من الإنتاج الفني والأدبي إذن إنتاج أدبي من إنتاج مكتوب المخطوطات فتح القسطنطينية فتح القسطنطينية هو حدث إذن نكتبه في الأحداث التاريخية فتح القسطنطينية ثم الأهرامات الأهرامات هي من المواقع والأثار الأهرامات فهم الآن مع التمرين الرابع قال الشخصيات التاريخية هي شخصيات غير عادية كتبت أحرفها من ذهب قال أذكر أقسام الشخصيات التاريخية مع مثال عن كل منها الشخصيات التاريخية وهي شخصيات كتبت أحرفها من ذهب كيف هذا؟ أي أن أسماءها لا زالت تعرف وتتداول إلى حد الآن لأنها حققت إنجازا كبيرا في وقتها لذلك نقول أنها كتبت أحرفها من ذهب أي لا نستطيع نسيان أسمائها إذن نستطيع تقسيم الشخصيات التاريخية إلى ثلاثة أصناف إذن عندنا شخصيات إسلامية شخصيات إسلامية متعلقة بالدين الإسلامي ولدينا شخصيات شخصيات عالمية يعرفها كل العالم عالمية ثورية قامت بثورة ويعرفها كل العالم شخصيات وطنية شخصيات وطنية جزائرية شخصيات وطنية جزائرية إذن في شخصيات الإسلامية أعظم شخصية وهي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الفاتحين إضافة إلى الصحابة إذن هناك شخصيات كثيرة شخصيات إسلامية إذن شخصيات العالمية الثورية مثل عمر المختار إذن هو شخصية ثورية عمر المختار أيضا تكفرينس تكفرينس إذن هو شخصية ثورية عالمية في شخصيات الوطنية الذين عبد الحميد بن باديس إذن شخصية الجزائرية عبد الحميد بن باديس أيضا الذين قاموا بالثورة الشهداء زيغود يوسف زيغود يوسف وأيضا الذين الشيخ المقراني إلى غيرهم من الثوار مفهوم؟ إذن إلى هناك وخلص معنا الفيديو تعلانيها اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر